وَلِكُلِّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيْهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نسعد باللقاء معكم واللقاء بكم في هذا البرنامج اليومي المبارك فاستبقوا الخيرات حيث نتعلم فيه ونتثقف ونتفقه في أمور ديننا وتحديداً عن أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة عن عمود الدين عن الصلاة من عالم من علماء قطر وهو ضيفنا المبارك فضيلة الشيخ الدكتور سعيد البديو البري السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اليوم زد تعريف معين والله تستاهل الله يا حقيقي حبيبا تستاهلك لخير الله يسألوك ما شاء الله إليك احنا أمس طبعاً جلسنا تتكلم كنت عن صفة الصلاة ووصلنا إلى مرحلة معينة الآن طبعاً احنا عندنا موضوع وودنا نستكمله ثم نرجع ونستكمل السجود والجلسة بين السجدتين وهكذا صحيح فعندنا إيش الموضوع الأول وممكن نتكلم فيه أو تعطي فيه نوع من النصيحة حنتكلمنا في البداية عن الأركان أركان الصلاة ويعني بعض الأركان وحددناها وقلنا في القيام فيه ثلاثة أركان والركوع والسجود نعم طبعاً وقفنا في النهاية عند السجود وكيفية السجود وكيف الإنسان يسجد يضع يديه يعني حذو منكبه وهو ساجد يسجد بين يديه ومع ضم الأصابع وذكرنا أن هذا ركن من أركان الصلاة ثم ذكرنا أن الرفع أو الجلوس بين السجدتين ركن من أركان الصلاة كذلك في الجلسة بين السجدتين أو في السجود هناك كيفية ما ذكرناها ما علقنا عليها علقنا عليها بالشكل سريع وهي إذا سجد قلنا بالنسبة لليدين يضع يديه حذو منكبه ويسجد بين يديه مضمومة الأصابع بالنسبة للرجلين هناك من اللي هي العاقبين هناك من يضم رجليه عند السجود وذكرنا أن السجود على سبعة أعظم أنه أيضا واجب عند كثير من أهل العلم وأن الذي يرفع رجليه طول السجود قد تبطل صلاته عند الشافعية وعند الحنابلة عند الحنابلة أكيد عند الشافعية هذا أظنه قول عندهم ولعله المذهب الصفة التي احتاج أن نبه إليها ما بقي من السجود هو رص العاقبين في السجود هذا منتشر في هذا العصر بناء على تصحيح حديث لعائشة في ابن خزيمة وهو من روايتي يحيى بن أيوب الغافقي هذا الحديث مشهور هو حديث في الصحيح في صحيح مسلم وغيره وفي السنن أن عائشة كانت يعني استيقظت فمدت يدها تتحسس النبي صلى الله عليه وسلم تريد أن ترى هل هو بجانبها أو خرجه فوقعت يدها على قدمي النبي صلى الله عليه وسلم أو على بطن قدميه أو على قدمه هكذا جاءت في الروايات طبعا من العلماء من يستنبط أن يدها لما وقعت على القدميه منصوبتان أن هذا يدل على أن القدمين مرصوصتان أليس كذلك؟ لا صحيح لكن هذا ليس بلازم قد تقع اليد على أحد القدمين ثم تقع على الأخرى وتقول وقعت يدي على قدميه منصوبتان أو تقع على إحدى قدميه وتعبر أن الثانية بجانبها فليس في هذا اللفظ الذي في صحيح المسلم ما يدل على أن القدمين مرصوصتان هذه المسألة واضحة بقي رواية يحيى بن أيوب الغافقي جاءت في صحيح بن خزيمة ويحيى بن أيوب من الناس الثقات إلا أنه يغرب وينفرد أحيانا ويخطئ وقد تكلمنا في حفظه بعض أهل العلم قال راصا عقبيه زاد كلمة راصا عقبيه هذه صريحة في أن القدمين مرصوصتان نحن ممكن بعدين الشيخنا بنعملها عمليا نوضح أكثر نزيل فخلنا نبدأ في موضوع صفة الصلاة الشيخنا أو الشغلات التي تخيل بالصلاة ثم نكمل الخطوات الأخرى من بعد السجود وهو موضوع الحركة الزايدة متى ما تكون الحركة يعني هذه ربما تتأتي في المشهد نخليها بعدين نخليها بعد المشهد أحسن نحن نكمل السنن والأركان بعد ذلك ما يخل بالصلاة هذا يعني هو في مرحلة ثانية نحن نكمل الصفة الصلاة فهو يسجد إما أن يرص عقبي أو يفرج بينهما الذي في المذاهب عقبين شنونة أنا عشانتي أقول لك هذا تسوي عملي يعني القدمين قدمين يكونون لو واحد يسجد ممكن واحد يرص القدمين هل يرصوها أم يفرج بينها وقت السجود وقت القيام يفرج بينها أليس كذلك إذا أنا بوقفك أجل تشوف وقت القيام وقت القيام يفرج بين قدمين يعني على مستوى المناكب يعني فيه من الناس يصلون أحيانا ويفرجون جدا بين القدمين بحيث يريد أن يعني أن يكون متراص مع من بجانبه لكنه يحدث فجوة بين المناكب نعم فالسنة الاعتدال أن تكون الفرجة بين القدمين كالفرجة بين المناكب وحتى أن بعض الفقهاء الشفعية وغيرهم يحددونه بشبر بين القدمين حل الوقف بس في بعضهم يضكون في القدمين يرصون بينهم هذا أيضا مخالف للسنة مخالف للسنة لأنه الاعتدال هذا هو المطلع المرأة والرجل فيه فرق بين كلهم بنفس المذهبه جميل طبعا الحنفية أظن عندهم قول بتقريب القدمين حال القيام وحتى حال السجود يعني صاحب علاء السنة ذكر أنهم يرصون العقبين ما وجدته إلا عنده وأعزاها لمذهبهم أنهم يرصون العقبين أثناء السجود نعم لكن المذهب الثلاثة الأخرى يقولون تفرج بين القدمين أثناء السجود طبعا أنا أريد أن ناقش رواية يحيى بن أيوب الغافقي يحيى بن أيوب الغافقي هو قال راصا عقبي طبعا هذه الرواية ممكن الإنسان يأخذ بها لأنها لا تخالف رواية الصحيح أن عائشة وقعت يدها على قدمين لكن هنا إشكالية في قبول مثل هذه الرواية وهذه الإشكالية تتمثل في أن الأصل تفريج القدمين يعني أنت واقف وقدماك مفرجا بينهما بين القدمين أليس كذلك هذا في الوقوف فهذا هو الأصل فلما تنتقل إلى السجود تستصحب هذا الأصل فلو كان رص العقبين موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو فعله أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لكان هذا ملاحظا أمر يخالف الأصل فيلاحظونه الناس فسينقلونه من صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم لكن هذا لم ينقل إلا في حديث يحيى بن أيوب الغافق هذا ولم يأخذ به أحد من أهل المذاهب الثلاثة وهم المالكية والشافعية والحنابلة فهذه المسألة كثير من الناس يظن أنها سنة هي محتملة لكن أكثر أهل العلم يرجحون على أن السنة في حال السجود هو التفريج بين القدمين ويردون حديث يحيى بن أيوب الغافقي خصوص أنه يخالف كثير من الروايات في الصحيح الذين رووا مثل هذه الرواية وهم أتقن منه ولم يذكروا رص العقبي مما يدل على أنه هو زادها إما من عنده أو أنه فهم من حديث عائشة أن القدمين كانت مرسوسة أو كانت مرسوستين انتهينا من الرص العقبي بعدما يجلس المصلي من السجدة هذه تسمى الجلسة بين السجدتين الجلسة بين السجدتين ركن من أركان الصلاة قلنا السجد ركن والجلسة بين السجدتين ركن لا بد أن يجلس بين السجدتين هذا ركن هذا عند الجمهور أيضا فإذا جلس بين السجدتين ماذا يفعل بأصعب بيديه يبسطهما على الفخذين يعني يكون جاي على الركبة ممكن على الركبة وممكن زيادة شوي لا يوجد ما فيه إشكال إيجا لأن هناك أحاديث تدل على هذا وتدل على هذا يعني من الأحاديث وقت التشهد ما يدل على أنه يلقم يده ركبته ومنها ما يدل على أنه يبسطها على فخذين إذا جلس في الجلسة بين التشهدين بين السجدتين فالسنة أن يبسط يديه ولا يحلق بالسبابة وهناك من استشهد بحديث أنه حتى بين السجدتين الجلس بين السجدتين تفعل هكذا بالسبابة يعني تقبض أصابعك وترفع السبابة أو تشير بالسبابة هذا بين السجدتين وجد حديث وهو من تفردات عبد الرزاق الصنعان ولم يأخذ به أحد من أهل علم المتقدمين لكن بعض المعاصرين أيضا يقول أنها سنة وليست بسنة في ظاهر كلام أهل العلم فالسنة أن يبسط يديه على فخذي ثم يسجد السجدة الثانية مثل السجدات الأولى طريقة قاعدة ما لازم بيين للناس بعد الجلسة كيف تكون أحسن الجلسة يسمونها جلسة الإفتراش تبتبين للناس فضلك أحسن أبراك الساعة يعني يجلس بعد ما يرفع رأسه من السجود الأول يجلس جلسة يسمونها الإفتراش الإفتراش ما هو الإفتراش هو أن يفجع رجله أو قدمه اليسرى يفجعها أيها أحسنت وينصب اليمنى فتكون اليمنى خارج عنه الآن اليمنى خارج عن جسم الإنسان أنت جالس على رجلك اليسرى والرجل اليسرى مضجعة هكذا يسمونه الإفتراش هذه الجلسة جلسة تسمى الإفتراش هذه بين الجلستين وكذلك في التشهد الأول وبعضهم يقول في التشهد الأخير أيضا هناك جلسة سمونها بس في جلسة الإقعاء الإقعاء هو أن تجلس على لا لا خلك كما أنت تجلس على القدمين لكنها مرصوصة هكذا والأصابع يعني محتمل على صدر القدم أيوة هذا يسمى الإقعاء رص العقبين أدخل أدخل أتقدر لا رص على ما حتى يستعين بها متعذو هذه يسمى الإقعاء بعض الناس يستهد خلينا نلف علشان الناس يشوفون الوضعية أحسنت بعض الناس يكون هذا سهل عليه هذه الجلسة الإقعاء أكثر أهل العلم يكرهوها لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عقبة الشيطان جميع أو عقب الشيطان وفسروه بهذا لكن الشافعية يقولون أنها سنة في بعض الأحيان يعني يشوف الفرق بين الجمهور وبين الشافعية الجمهور يقولون أنها منهيون عنها لحديث عائشة وأنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عقبة الشيطان نعم وسمى هذه أول إقعاء نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الإقعاء أيوة والشافعية يقولون بأنها سنة بين السجدتين لكن حجة الشافعية ما هي أن ابن عباس رضي الله عنه كان جالسا هذه الجلسة فسأله طاووس تلميذه سأل ابن عباس أرأيت الإقعاء يا أبا الفضل أو نحو هذا الكلام فقال سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا إن نراه من الجفع قال إنه السنة طبعا كلام ابن عباس صحيح مسلم يحتج به الشافعية وهو قوي لكن كلام ابن عباس له محمل يحمله الجمهور على أنه أراد عندما يحتاج الإنسان إليها أحيانا الإنسان قد يحتاج إلى هذه الجلسة بعض الكبار أيضا ما يقدرون بعضهم عندهم مشكلة لا يستطيع إلا هذه الجلسة وأنا مرت معي أن أصابني إصابة ولم أستطع أن أجلس إلا هذه الجلسة بين السجدين لأن جلوسك الغير مستوفز هذه جلسة مستوفزة جلوسك الاعتيادي هذا صعب على من عندهم وجع في الركب أو عنده إصابة بينما الجلوس هذا يسمى الاستوفاز سهل على أنك تذهب إلى السجدة الأخرى جيد فمن هنا حمل الجمهور كلام ابن عباس على أن هذه السنة إذا حتاج إليها واستدلوا على ذلك أيضا بكلام ابن عمر أنه جلس هذه الجلسة فسأله أحد تلاميذه عن ذلك هذه السنة قال ليست من سنة الصلاة ولكني أشتكي رجلي واضح؟ جميل طيب ما هو الإقعاء الذي يقول الشافعية أنه ما دام قلنا الإقعاء منهي عنه الشافعية يفسرونه بماذا يفسرونه بجلسة يعني إلى أن الإقعاء عن إقعاء الكلب نهى النبي عن إقعاء الكلب يقولون أن يجلس بمقعدته على الأرض وينصب رجليه يعني وهذه ليست من جلسات الصلاة لا يمكن أن يفعلها الإنسان في الصلاة فليست قريبة أن تفسر بها إقعاء الكلب هذا كلام الجمهور نعم في ناس شيخنا يعني هي الجلسة الصحيحة هذه التي تكون هذه قائمة تسمى الافتراش تكون الرجل اليمنى منصوبة مستقبلة القبلة بأصابعها نزيل في جلسة ثانية شيخنا تشدي مثلا هذه ليست بسنة لكن السنة ما معناها ليست معناها أنها واجبة عليك أن هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأنت ما جور إذا استننت بيه لكن ممكن يجلس الإنسان أي جلسة تمكنه أو تكون سهلة عليه لكن لو تعود الجلسة هذه اللي هي السنة لكانت سهلة عليه بعض الناس يجلسون جلسات غريبة ونتعجب كيف يعني يستسهلها مثلا الذي يجلس على العقبين والأصابع أو الأقدام متجه عكس القبلة تسأل ممكن تفعلها عكس القبلة شون هكذا يعني جلسة صعبة جدا تذي يعني والأخرى أيوة لكن بعضهم يرسل عقبين هكذا تكون العقبين مرصوصة صعبة جدا وهو مستسهلها يعني لأن تعود عليها شذيبها الطريقة المهم أن الناس قد يجلسون جلسات ويستسهلونها وهي في الحقيقة صعبة لكنهم يستسهلوها بسبب التعود عليهم فلو تعودوا على السنة لكانت سهلة عليهم وهكذا نرى الناس الذين يجلسون على الكراسي يصعب عليهم الجلس جلسة التشاهد لكن لو تعودوا مع الوقت يكونوا ذلك سهلا عليهم خلني أنا أجرب الفكرة اللي قلت عنها اللي هو موضوع الرص العقبين اللي هو عند السجود هذه اشتهرت في العفور المتأخرة اللي هي رص العقبين هكذا اشتهرت عندها كثير من الناس أنها سنة لكنها كما ذكرت هذه الجلسة الصحيحة أو هذه السجدة الصحيحة التي نص عليها المذاهب الثلاثة المالكية والشفعية والحنابلة الآن ماذا أقول عند نقول الله أكبر بين السجدتين الذكر أحسنت يعني انتهينا من الجلسة الجلوس بين السجدتين هو كما ذكرت لك الافتراش نعم والذكر الذي يقال بين السجدتين عند الجلوس هناك نوعان من الذكر أو ثلاثة أنواع ربي غفر لي يكررها ثلاث مرات ربي غفر لي ربي غفر لي ربي غفر لي هذا أفضل وكل ما زاد كل ما كان أحسن نعم وممكن أن يقول اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني خمس كلمات اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واهدني وارزقني وممكن أن يزيد عليها واجبرني وارفعني اللهم اغفر لي وارحمني وعافني واجبرني وارفعني واهدني وارزقني يعني إما الخمسة أو يزيد عليها هذا وممكن يأخذ اثنين منهم مثلا ربي غفر لي بعدين يقول ربي ما فيش كال في التقديم والتأخير قد ورد تقديم وتأخير في السنة لكني حاولت أني أجملها بشكل مبسط رب يغفر لي ولولدي وارحمهما كما ربياني صغيرة هل هي موجودة هذه واردة في السنة في الجلوس بين السجدتين لم تروها لكن لو قالها ما أظن عليه إشكالية لكن الالتزام بالسنة يكون أفضل ويكثر من الدعاء وقت السجود أو بعد التشهد الأخير لأنه فيه أدعية كثيرة الآن رفعك من السجود وسجدت مرة أخرى كالسجدة الأولى ثم ترفع الآن إما أن تكون أنت في الركعة الأولى أو تكون في الركعة الثانية هذه الأولى عندنا الطريقتين الطريقة الأولى جلسة الاستراحة تجلس كما جلست في الأولى ثم تقوم ثم تقوم وهناك مذهباني في القيام إما أن تقوم على ركبتيك وهذا هو مذهب الجمهور أو تستند على يديك جميل تعتمد على يديك الآن أنا سأتكلم عن جلسة الاستراحة والخلافية الآن سجدنا السجدة الثانية ونبغي نقوم ما نقوم على طول ممكن نقعد نجلس الجلسة نجلس بعدين نقوم هذه يسمونها جلسة الاستراحة جلسة الاستراحة ثم أقوم القومة شوء تكون على كفيك هذا هو الأكثر كفيك زين أما مسألة العجن هذي يسمونها العجن أيوة ورد فيها حديث لكن ما تكلم عنها الفقاهة في كتبهم لا ومن الناس من يقول أن هذا الحديث فيه تصحيف أو فيه كلام يعني الأفضل أن أنا كفيني أحطهم على الأرض أو تعتمد على يديك إذا كنت لا تستطيع الاعتماد على الكفين أو أمكن ما أحط يدي أساساً أقوم على طول وهذا هو الأفضل هذا هو حق الشباب يعني ما بحقك يعني تقوم على طول تقوم من السجود وثم إما تجلس جلسة الاستراحة واستراحة مرة ثانية وتقوم أو من السجود مباشرة تقوم أيوة وإذا قمت من السجود أيضاً فيه المذهبان إما أن تقوم على ركبتيك تحتنز على ركبتيك ترفع يديك أولاً ثم ركبتيك ثانياً أو تعتمد على يديك وترفع ركبتيك أولاً هذا الكبير الذي لا يستطيع جلسة الاستراحة فيها كلام الكلام الذي فيها هل هي سنة أو ليست بسنة الجمهور يقولون ليست بسنة والشافعيين يقولون سنة وهي واردة في الصحيح بحديث مالك من الحويلة وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في وثر من صلاته لم يقوم حتى يستوي جالساً واضح؟ نعم طبعاً مالك من الحويلة من الناس المتأخرين جاءوا في الإسلام متأخر وذكرنا حديثه لما مكثوا عند النبي عشرين يوماً ثم رجعوا إلى أهليهم فيقول الجمهور أن مالك من الحويلة إنما أخذ هذه عن النبي صلى الله عليه وسلم وهكذا أبو حميد لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان كبيراً فكان يستريح أصبح يستريح وأن الصحابة الكبار عمر رضي الله تعالى عنه وابن مسعود ما كانوا يجلسون جلسة الاستراحة ثم ثم هناك أدلة أنا أريد أن أتكلم على أدلة تدخل في هذا ولا تبين نكمل على السلبك بيروح علينا المهم أشرحها بالشكل بسيط جلسة الاستراحة هناك ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يجلسه فعندنا أكثر الحاديث ليس فيها جلسة الاستراحة إلا حديث مالك من الحويلة وحديثها بحمايد الساعدي وعندنا أيضا حديث عبد الله بن بحينة لما النبي صلى الله عليه وسلم قام من التشهد الأول ولم يجلسه قال قام ولم يجلس يقول عبد الله بن بحينة هذا الحديث يدل على أن النبي كان يظنها الركعة الأولى أو يظنها الثالثة يظنها ركعة ليس فيها جلوس للتشهد فقال عنه قام ولم يجلس مما يدل على أن جلسة الاستراحة ليست موجودة أحنا نشوفها أصلا نشوفها يعني أنا لما شوفها وما عرف الحكم فيها أقولها يكيد مخربط كان يبي يقعد وحسبها لا أنا لازم أعلق على مسألة تقع من الأئمة جلسة الاستراحة ليست فيها تكبير من يقول بها يقول عندما يرفع رأسه من السجود يكبر يقول الله أكبر عندما ترفع ثم عندما تقوم من جلسة الاستراحة ما تقول مرثاني ما تقول الله أكبر واضح فالتكبير مكانه عند الرفع من السجود بعض الأئمة يريد أن يطبق هذه السنة ومتعصب لها أنها سنة ماداما هواردة في الصحيح ماذا يفعل خلفه ناس لا يفعلون يعني جلسة الاستراحة فماذا يفعل الإمام حتى يتفاداهم لا يكبر يرفع رأسه بدون تكبير ثم من الجلسة يقوم بالتكبير وهو هنا قد خالف السنة فترك التكبير وخالف السنة فأحدث تكبيرا في غير موضعه كله عشان عشان يطبق سنة معايا عشان يطبق شيء اختلف الناس فيه هل هو سنة أم لا فخالف السنة من جهتين لأجل أن يطبق شيء يظنه سنة واضح؟ أو سنة مختلفة نقدر نقول جميل الآن نحسب وهذا من الخطأ أن يفعله حتى بعض الأئمة يبطل صلاة لأنه كبر في غير الموضع متعمدا والتكبير عندنا مثلا الحنابلة في موضعه لابد منه إذن الآن يا شيخنا الآن بعد السجود السجدة الثانية الآن أنا بقوم لإكمال الركعة الثانية أحسنت بهذه الطريقة ثم تصلي الركعة الثانية كما صليت الركعة الثانية ثم تجلس للتشهد الأول التشهد الأول الآن هذه يعتبر السجدة الثانية في الركعة الثانية ثم للتشهد جلسة التشهد جلسة التشهد الأول هو الافتراش كالجلسة التي بين السجدتين اللي هو هنا تنصب اليمنى وتكون أصابع مستقبل طبعا هذه الجلسات أو هذه الآيات كلها سنة يعني إحنا الأركان ذكرناها وهي التشاهد مثلا أو السجود أو الركوع أو الجلسة بين السجدتين أما هيئة الجلوس هذه سنة يعني لا تبطل بها الصلاة لو تركها لكن نحن نبين السنة فيها فهي أن ينصب اليوم منها كما تفعل أنت ويفترش اليسرى هذه في التشاهد الأول في التشاهد الثاني طبعا المالكية يفعلون في التشاهد الثاني ما يفعلونها في التشاهد الأول وسأبينها لك في التشاهد الثاني هناك التورك 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 هو أن تجلس بوركك على الأرض وتخرج رجلك اليسرى تحت اليمنى نشوف خلق وهذه طبعا فهذه منصوبك الأول وأنت لم تجلس على رجلك اليسرى وإنما جلست على الأرض وأخرجت اليمنى من تحت اليسرى هذه الجلسة جلسة تسمى التورك التورك هذه تجلس في التشاهد الأخير الأخير وعند المالكية تجلس في كل التشاهدات نزيل يعني عندهم الافتراش في غير التشاهدين والتورك في التشاهدين عند الحنافية الافتراش في كل الجلسات حتى في التشاهدين الشافعية والحنابلة هم اللي يفرقون بين التشاهدين واضح المسألة وواضح ولكل دليل ويقول لابن جرير الطبري رحمة الله وغيره من الأئمة أن هذه الجلسات في التشهدات كلها اختلاف تنبع يجوز أن تفعل هذا يجوز أن تجلس في كل التشهدين بلا تورك ويجوز أن تجلس التورك في التشهدين ويجوز أن تجلس في التشهد الأول افتراش وفي الأخير تورك الذين يقولون بالتورك يقولون لأنه في التشهد الأخير ليس هناك قيام فهذه الجلسة الصلاة اللي فيها ركعتين مثل صلاة الفجر بجلس الجلسة تورك أو الافتراش بالنسبة للمالكية يقولون تورك مطلقا بالنسبة للشافعية يقولون تورك أيضا لأنه ليس بعده قيام فأنا أحسب الافتراش هم والحنفية أو المسألة سهلة الآن نأتي إلى صيغة التشهد صيغة التشهد وحركة الاصبع خلق نوصل للحركة ولا بعد المشهد إن شاء الله نكمله بعد المشهد بالنسبة لبعض الأشياء الآن معنا وقت والله أودنا نخلصها علشان المشهد الوقت بيروح علينا الآن جلس الجلسة هذه الجلسة الأولانية اللي هو التشهد الأول التشهد الأول نذكر التشهدات التشهدات عندنا ثلاثة أنواع من التشهد نوع تشهد الحنفية والحنابلة وهو تشهد بن مسعود رضي الله عنه تعرف أن مسعود رحل إلى الكوفة أو إلى العراق والحنفية والحنابلة أصلا مصدرهم من هناك فأخذوا بتشهد بن مسعود رضي الله عنه تشهد بن مسعود هو التحيات لله والصلوات والطيبات ثلاث كلمات قبل السلام التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله طبعا الأخير من عند السلام عليك أيها النبي إلى آخره المذاهب كلها متشابهة في هذا بقي فقط التحيات لله الأولى عند الحنابلة أي الصغة الثانية والحنافية التحيات لله والصلوات والطيبات ثلاث كلمات بعد التحيات تأتي لله ثم الصلوات والطيبات فقط أما هنا المالكي يقولون التحيات لله الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله أربع كلمات ثم بعدها السلام إلى آخره مثل الأول فقط زادوا كلمة وهي الزاكيات جميل عندنا التحيات لله والصلوات والطيبات هنا التحيات لله الزاكيات لله فزادوا كلمة الزاكيات لله هذه المالكية وهذا تشهد عمر بن خطاب كانوا يعلمه الناس على المنبر ولذلك عمر رضي الله عنه كان في المدينة ولذلك أخذه المالكية وهو مالك من الأنس كان في المدينة هذه الصيغة الثالثة أيضا هذه الثانية هذه الثالثة أنا ما رأى بعيد السرعة الثالثة المهم السرعة الثالثة هو تشهد بن عباس وهي أربع كلمات أيضا لكنها مختلفة عن المالكية قليلا فهو يقول التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله فتأتي كلمة الله بعد الأربع كلمات ثم بقية السلام السلام عليك أيها النبي مثل أولئك إلا في آخره في الأخير نحن هناك نقول أشهد الله أشهد أن محمد عبده ورسوله تشهد بن عباس الذي أخذ به الشافعية في مكة تعرف الشافعي كان في مكة فأخذ تشهد بن عباس وابن عباس كان في مكة يقول أشهد أن محمد رسول الله نحن نقول أشهد أن محمد عبده ورسوله نزيد عبده هنا يقول رسول الله وكل هذه التشهدات جائزة أي تشهد تشهد به المسلم من هذه التشهدات الثلاثة فقد صحت صلاته وقد أدى ما عليه جميل بقي بعد التشهد يأتي الصلاة على النبي الصلاة الإبراهيمية تريد أن نذكرها أيضا لكنها سهلة الناس يعرفونها ممكن أن يذكرها بشكل سريع قالوا كيف نصلي عليك رسول الله قال قولوا اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد إن كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد إن كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد هذا عند المذاهب الأربعة إلا أن الحنابلة عندهم رواية أخرى وهي المذهب ما يقولون على إبراهيم يقولون على آل إبراهيم مباشرة واضح؟ ما واضح وبعضهم يزيد في العالمين في المباركة وبارك على محمد وعلى المحمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين أنك حميد مجيد هذا يزيده بعض الفقهاء منهم المالكية والشافية وقد ورد في صحيح مسلم هذا اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آله سيدنا محمد كلمة سيدنا قصدك سيدنا أي وإضافته هذه لم توجد فيما علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه النبي صلى الله عليه وسلم يقول لحديث من مسعود وكفي يقول من مسعود علمني التشهد كما يعلمني السورة من القرآن وكفي بين كفيه ولم يذكر فيها سيدنا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وعلى بعد وهكذا في الصلاة لا يوجد كلمة سيدنا لكن كلمة سيدنا لو جاءت لا شك أنه سيدنا عليه الصلاة والسلام لكن السنة لم ترد بهذه الكلمة أنا حين عندنا موضوع آخر لم ترد بهذه الكلمة هنا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الآن تريد أن نكمل موضوع لصفة الصلاة لأننا بعد هناك السلام وهذه أم لأننا ما عندنا غير خمس دقائق أم ندخل في موضوع المشهد ممكن ندخل في المشهد ممكن منه شيء بسيط خلص خلنا نشوف المشهد ما عندي يحتاج أنك تشرح عمليا خلص عملي ما يحتاج خلين نشوف المشهد الآن ونرجع لكم مرة أخرى الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير الموضوب عليهم ولا الضالين آمين قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم سمحوا لي أخوان إذا بدردش معاكم بكلمتين بس فضل فضل سريع 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 يعطيكم العافية أنتم ما شاء الله عليكم متوظين ومتعنين طلعين من بيوتكم وجايدين لبيت الله تخيلوا لو أنتم بتقابلون رئيس دولة أو حاكم أكيد طبعاً بترجفون واللي بتلعثم واللي ما بعرفش بيقول فشلون أنت هي تقابل رب العالمين تقابل أعظم الملوك ملك الملوك تقابل فيفترض أنك تقابل بكل خشوع وبكل احترام ومودة تخيلوا الجسد يا أخوان هل الجسد يعيش بدون روح؟ لا طبعاً ما يعيش بدون روح وكذلك الصلاة بالنسبة للكون الصلاة بدون خشوع مثل الجسد بدون روح سبحان الله صحي قال الله تعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون صدق الله العظيم اعذروني يا أخوان أنا يمكن طولت عليكم وأرجو أنكم ما تأخذون كلامي هذا إلا بساعة صدر بالعكس جزاك الله خير ما قصرت جزاك الله خير جزاكم الله خير حياكم الله عزيزي المشاهدين طبعاً هو الشيخ هو اللي كاتب الكلمات هذه لدراما وكلها اللي تشوفونا ما شاء الله من الحوار جميل صراحة الشيخ مع أنه أول تجربة لها لكن صراحة أجاد في موضوع لدراما شكراً لك تقول أول تجربة معناها في تجارة ثانية لا إن شاء الله إن شاء الله ما هذه تجربة أولى إن شاء الله تستمر معنا الآن هنا حسب ما لحظت في المشهد هو الموضوع هو يقصد أنه على موضوع الحركة اللي كانت زائدة لأن الحركة الدليل على عدم الخشور نعم لأن رأينا في المشهد في ناس يقول يحرك غطرة وهذا منتشر عند الناس نعم يعني أحيانا تصلي في جنب واحد ما تقدر تحفظ صلاتك من كثرة ما يتحرك مرة يعدل الغطرة مرة يحط العقال مرة يلبسه مرة يشل التلفون مرة وأحيانا بعضهم يصيح التلفون عندهم من زود الخشوع يخلي التلفون يصيح وأحيانا يكون يعني رنة الهاتف موسيقى أو رنة مزعجة وما كأنه جاء بخبر وهذه من الأمور التي ينبغي أن ينتبهها لها الناس طبعا المشهد هو بنفسه كافي وتكلم الشخص معهم والمقصود منه في الحقيقة تقليل الحركة لأن تقليل الحركة الحركة الكثيرة كما هو معلوم تبطل الصلاة طبعا تحديد الكثيرة كم حركة هذا أمر يعود للعرف عنده كثير من العلماء وبعضهم يحدد بثلاث حركات يعني تعتبر لما أنا أحرك كده هاي حركة وهي حركة ثانية هاي ثلاث حركات رائعة بدون حاجة بدون حاجة كثير من حركاتنا الصلاة قد تكون الحكة ما تجي له ما شاء الله في الوقت للصلاة لا إذا احتكه بسبب شيء يؤلمه فلا بس مع أن البخير رحمة الله عليه قرصه يعني دبور تسعة عشرة مرة وهو في الصلاة وما سلم والدبور تعرف أن قرصته قوية فلما انتامنا الصلاة وكشفوا عن ظهره وجدوه قد فعل به الأفعيل قالوا رحمك الله يعني ما سلمت أو كلمتنا قالوا أني كنت في سورة وأحببت أن لا أقطعها هكذا كان كثير من سلفنا الصالح الشاهد من الكلام نحن كنا نكمل صفة الصلاة الظهر ما في وقت يا شيخ صفة الصلاة الظهر ب ما ولا شيء مرة نجيب السلح ونشوفها في نهاية الحلقة من كثير مجال نتكلم فيه عن صفة الصلاة وعندنا حركة في حديث ممكن نعرضه الآن في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وهو حديث أبي هريرة مشهور وهو يتعلق بالمشهد حقيقة جميل وربما المشهد هذا نتكلم عنه في حلقات أخرى بإذن الله بإذن الله وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يا فلان عندك إذا تقرأه خلوا يعرضون الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ثم انصرف فقال يا فلان ألا تحسن صلاتك ألا ينظر المصلي إذا صلى كيف يصلي فإنما يصلي لنفسه إني والله لأبصر من ورائي كما أبصر من بين يدي رواه المسلم فهنا يقول يا فلان ألا تحسن صلاتك ألا ينظر المصلي إذا صلى كيف يصلي فإنما يصلي لنفسه يقول نحن أنت ما تصلي لله أنت تصلي لنفسك الصلاة يعني أنت المستفيد الوحيد الله سبحانه وتعالى غني عن عبادته يا أيها الناس أنتم الفقراء الله والله هو الغني والحميد فهكذا أنت الآن في مقابلة الله كما سمعنا في المشهد هذا الملك الملوك الملك الحق إذا كنت أمام الملك قال الشخص هذا في المشهد لو دخلت على حاكم ستنتفض وترتعد في رئيسك الحاكم نفسه يخضع أمام الله ويرفع يديه أمام الله وهارون رشيد لما جاءت الوفاة قال أنا ميت وجل من لا يموت قد تيقنت أنني سأموت ليس ملك يزيله الموت ملكا إنما الملك ملك من لا يموت يعني هذا هو الملك الحقيقي وهو ملك الله ونحن نقف بين يديه والواحد يعني يحاول يقلل من أي حركة ولا يتحرك إلا لداعي أو ليكون له سبب مهم وفي حديث معاقيب حتى يفهم الناس أيضا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن مسح الحصى يريد أن يسجد تسوية الحصى ما في الصحيحين بل في الستة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن كان ولابد فواحد مسح واحد يعني هو الحصى الآن يريد يسجد ويرتب الحصى فسأل النبي عن ذلك فقال إن كان ولابد فواحد مسح واحد الله المستعان الآن طبعا اليوم جوائزنا مقدمة من مؤسسة الشيخ عيد بن محمد الثاني الخيرية من أوقافها وأمالها الخاص وهناك ثلاث جوائز إن شاء الله رح نذكرها بعد قليل فاصل ونبدأ المسابقة حياكم الله واليوم الجوائز مقدمة من مؤسسة الشيخ عيد بن محمد الثاني الخيرية وهي ثلاث جوائز عبارة عن كفالة يتيم لمدة عام 1800 ريال وتمليك مكنة خياطة لأسرة فقيرة 2000 ريال وتمليك ناقة حلوب لأسرة فقيرة بقيمة 5500 ريال أول اتصال من الأخت سلمة أناس طحان سلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخت سلمة معنا أيوة السلام عليكم عليكم السلام أيوة يا سلمة معنا السؤال في ثلاث خيارات السؤال يقول الجلوس ننتظر السؤال الجلوس بين السجدتين في قول أكثر أهل العلم هل هو ركن ولا واجب ولا مستحب ركن ركن نعم ما شاء الله مفتحة ويانا ومور طيبة ما شاء الله ركن أكيد بارك الله فيك الاجابة صحيحة لأن الحنفية يقولون ليس بركن عشان تكتب أكثر أهل العلم الأسئلة هذه تكون دقيقة سبحان الله يتزاك خير شيخنا مونة ناصر صالح الأخت مونة السلام عليكم عليكم السلام وبركاته حياة شاء الله أختي مستكم الله بالنور مستكم الله بالنور إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله وهنا عبارة عن جملة هل هي صحيحة أم غير صحيحة الجلوس الأخير وهو الذي قبل التسليم ركن من أركان الصلاة نعم هو ركن إن شاء الله هو ركن 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 من أركان الصلاة إذن الإجابة أو الجملة صحيحة صحيحة والإجابة صحيحة تدخلين معنا الفرز أختي وأيضا هنا اتصال آخر خلنا خليل طراد سعود خليل خليل أيوة سلام عليكم السلام شحالك أبوي الله يحييك أخوي شخبارك طيب إن شاء الله أنا بسلم على الشيخ أبي يدعي لي بنتي مرقدة ومر بظروفها أبي يدعي لي بنتي مرقدة ومر بظروف الله يشفيها الله يشفيها ويعافيها إن شاء الله سؤالنا يا أخوي خليل في ثلاث خيارات السؤال يقول السنة المتفق عليه في كيفية الجلوس بين السجدتين هي التورك الافتراش الإقعاء عاد إحنا نتبين الشيخ قبل شوي التورك كيف والافتراش كيف والإقعاء بين السجدتين الجلوس بين السجدتين الجلوس بين السجدتين الله أعلم أن التورك الواحد يعني يجلس على وركة فيكون ماخذ رأي هي الأخيرة تعتبر الافتراش التورك لا لا هاي الجلسة بعد أنت الآن قلت سبحان ربي الأعلى وجيت عاش تقول رب يغفر لي راجعت وكتقول رب يغفر لي فهي التورك أو الافتراش هو الكيفية شوي الصيغة يمكن ما يستوعبها كيف يجلس أنت كيف تجلس تفرش يعني هاي لبين السجدتين ما يقول رب يغفر لي تجلس أي جلسة جلسة اللي هي الأخيرة ولا الجلسة اللي بتكون في التشاهد الأول غالبا التشاهد الأول يعني جلسة بتقدر تحرك فيها بعدها أين هي الافتراش الإجابة الصحيحة إن شاء الله الإجابة الصحيحة بارك الله فيك الأخت سليمة مبخوت المري سلام عليكم ورحمة الله وبركاته أختي سليمة سؤالنا عبارة عن جملة هي صحيحة أم لا جملة الحركة بلا حاجة دليل على عدم الخشوع ما رايش في الكلام صح الجملة صحيحة والإجابة صحيحة وتنقلين معنا الفرز إن شاء الله أختي سليمة أيضا ناخذ اتصال آخر أم عبد العزيز صالح عبد الله السلام عليكم أخوي السلام عليكم وعليكم السلام أختي عندنا السؤال في ثلاث خيارات إذا ترك المصلي جلسة الاستراحة فصلاته باطلة أم باطلة إلا إذا جبرها بسجود السهو أم صحيحة والشيخ ذكر مساعة لما أنا سجدت فقبل ما أقوم صحيحة والإجابة صحيحة جلسة الاستراحة إما أن تكون سنة أو لا تكون سنة أصلا نعم فهي لا تضر في وجودها في الصلاة وعدمها نعم أيضا فاصل ونرجع لكم مرة أخرى إن شاء الله حياكم الله عزائي المشاهدين نحن بدنا نكمل صفة الصلاة يعني باقي بس جزئيات بسيطة لكن تاخذ وقت إن شاء الله راح يكملها الشيخ بكرة لكن في موضوع الحركة في الصلاة شيخنا في حركة جائزة؟ في ممكن أن أتحرك وبصلاة ما تبطل طبعا إذا احتجت الحركة طبعا في حركة قد تكون واجبة واجبة مثل لو رأيت لو كان في الحركة نجاته إنسان من الهلاك مثلا أعمى أمامه حفرة مثلا وبإمكانك أن تمسكه أو طفل يسير إلى نار أمامك وأنت تصلي ممكن تمسكه نعم هكذا النبي صلى الله عليه وسلم في النافلة كان يفتح الباب لعائشة تطرق الباب فكان يفتح الباب وهو في النافلة أيها الصلاة والسلام وكان يحمل أمامه في صلاة الفريضة أيضا احتاجها حملها فكان يحملها ويضعها ولذلك هذه الطريقة التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم هي لبيان الجواز ولبيان الاستحباب أحيانا فمثلا لو صاح الجوال بصوت مزعج أو برنة موسيقية مثلا ينبغي على صاحب الجوال أن يغلقه هو ينبغي عليه أن يغلقه من البداية لأنه الآن سيدخل في مقابلة رب العالمين فعليه أن لا ينشغل بأي شيء الله أكبر من جواله ومن غيره الكثير تددون خصوصا في صلاة الجمال لكن هناك أناس يتركون هذه الجوالات ترن كما تشاء علشان ما تشغل صلاة أمو الحرك وبعضهم يقول حتى لا أتحرك مع أنه يتحرك بحركة أخرى قد تكون غير مطلوبة فالحركة هنا للجوال مهمة أن يأخذ الجوال ويغلقه بأدنى وسيلة أو بأقرب وسيلة لو استطاع أن يغلقه ويده في مخباه نعم ما استطاع ممكن أن يخرجه ويغلقه يعني هكذا في حركة شيخنا مثلا ممكن تكون أخت يعني مثلا صار في كشف أن يكشف شيء من شعر فتبي تردها هاي حركة تعتبر لا تعتبره واجبة واجبة هذه حركة لأنه إذا انكشف شيء من رأسها انكشفت عورتها وهكذا الحركة بعضهم يجوز الحركة للسترة مثلا أمام أنت تصلي بلا سترة وعلى يمينك على طرفك من اليمين أو من اليسار أو اليمين سترة وتخشى أن الناس بعد الصلاة أن يقطعوا عليك صلاتك ممكن أن تميل قليلا فتتخذوا السترة مثلا فيها هالساعة تمرون جدامك فسألت أن تمنعهم هل تمنعهم أفضل ولا هاي حركة تعتبر إذا كان سيمر بينك وبين السترة السترة تتكلم عن إيش السترة هي شيء تضعه أمامك حتى تصلي إليه حتى لا يمر النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أي صلى الله عليه وسلم لو يعلم المار بين يدي المصلي لماذا عليه لو وقف لكان أن يقف أربعين قالوا لا ندي أربعين يوما أو أربعين سنة أو أربعين شهرا وقال من صلى فليتخذ سترة سترة يعني نجيب خشبة يعني خشبة أو حتى كرسي يوصل لخلف كرسي أو إلى الجدار نعم السترة هو شيء ساتر بس في هناك حد نعم يقترب من سترته بمقدار ثلاثة أذرع ثلاثة أذرع أو بمقدار ذراع بعد مكان السجود جميل هذا هو الوضع المعتدل وممكن أن يقترب أكثر يعني النبي صلى الله عليه وسلم جاءت شاه وأرادها أن تدخل بينه وبين سترته فتقدم حتى مرت من خلفه وكاد أن يلتصق بطنه بالجدار آه سبحان الله فاقترابك من الجدار لا يشكل فيه يعني مثلا لو كان أمامك جدار والناس سيمرون وأنت بينك من الجدار مسح وخلفك جدار آخر مثلا أو خلفك مصلي أو خلفك شيء يمنعك من يمنع الناس أن يمروا من خلفك فبإمكانك أن تتقدم إلى الجدار حتى لو حتى لو تتصق بطنك بي حتى يمر الناس من خلفك أفضل من أن يمروا من أمامك نعم جميل ومسألة السترة ترى تحتاج إلى كلام طويلة نحن ما تكلمنا فيها بنتكلم فيه بعد ربما يأتي وقتها بارك الله فيك شيخنا الآن نفرز اليوم إن شاء الله عندنا فقط خمسة انتصالات لضيق الوقت يعني فرصة الفوز كبيرة فرصة كبيرة على قولتيك عندنا الجواز اليوم طبعا قدمتها لنا مؤسسة الشيخ عيد بن محمد آل ثاني الخيرية من أوقافها ومالها الخاص وأيضا عندنا عبارة عن ثلاث جواز أو ثلاث مشاريع عندنا أول جائزة عبارة عن كفالة يتيم لمدة عام بقيمة 1800 ريال من نصيب من نصيب من نصيب سلمة أنس طحان سلمة أنس طحان فازت بجائزة ويعبارة عن كفالة يتيم وميزان حسناتكم إن شاء الله وناخذ التصال ناخذ أقول الجائزة الجائزة الثانية عبارة عن تمليك ماكينة خياطة لأسرة فقيرة بقيمة 2000 ريال باسم باسم أم عبد العزيز صالح عبد الله أم عبد العزيز صالح عبد الله تمليك ماكينة خياطة لأسرة فقيرة بقيمة 2000 ريال مقدمة مؤسسة الشيخ عيد بن محمد الثاني الخيرية والهدية الثالثة أو الجائزة الثالثة أو المشروع الثالث عبارة عن تمليك ناقة حلوب لأسرة فقيرة بقيمة 5500 ريال إذن 5500 ريال من نصيب طبعا كلهم راح يدخلون بالفرز للجائزة الكبرى في نهاية رمضان من نصيب الأختمونة ناصر صالح الأختمونة ناصر صالح تمليك ناقة حلوب لأسرة فقيرة بقيمة 5500 ريال والأخوان في مؤسسة الشيخ عيد الثاني الخيرية سيتواصلون معكم بإذن الله بارك الله فيكم على متابعتكم نعم نروح نحطهم بالعلبة يلا بسم الله طبعا كلهم راح يشتركون معنا في الجائزة الكبيرة راح يكون إن شاء الله في نهايات رمضان مقدمة من ثلاث جمعيات خيرية عيد الخيرية وراف وأيضا قطر الخيرية بزاكة الخير شيخنا وغدا إن شاء الله راح نكمل موضوع التشهد أو السبابة كيف ترفعها وأيضا السلام والتشهد الأخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ترجمة نانسي قنقر